يورو 24 أو كاب أمريكا ومنافسات رياضية مختلفة ولعيبة وفرق على أعلى المستويات هنكملها في حوارنا الجاي مع تحليل على يورو تحديداً 2024 اللي حقق فيها الفوز منتخب إسبانيا على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 ونجح منتخب الماتادور في حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه خلا يا حلق خلينا نتعرف على هذا الأمر بالتفصيل إزاي فاز المنتخب الأسباني اللي يمكن نقاط كتير جداً كانوا من بداية البطولة بقولوا أنه من أفضل المنتخبات لعباً مش تهديفاً يعني فنياته كانت أكتر رحبا معنا بنفضل الدكتور عصان إبراهيم النقد الرياضي بنور النهاردة في سوديو صباح الخير يا مصر هنتعرف معنا بالتفصيل على كل هذه الملفات أهلا بك دكتور طبعاً صباح الخير عليكم وصباح الخير على سيد المشاهدين وصباح الخير على كل الناس اللي لسه يمكن ما نمتش من المبارح يعني لحمنا اليورو في النهاء الكوبا 2 نهائي و4 يمكن النهاء اليورو وخلص بعد الساعة 12 ساعة واحدة بعد تتويج كان المفروض الساعة 3 هيبدأ ماتش كولومبيو والأرجنتين الفاينال كوبا أمريكا ولكن الماتش اتأخر لأربعة وربع وكان فيه احتفال بين شوطين يعني أمريكا اللي هي بعض القواعد كده الغريبة شواء في البطولات الكبيرة كانوا جايبين شاكلة بين شوطين فالموضوع بدل ربع ساعة قاعد حادي نص ساعة عشق اللي ساعة أمريكا دايما حتى مناسبتها اللي هي في الراجبي أو في البيسبول أو كده عندهم موضوع نفس القصة بتاعت الاحتفالات اللي في وسط الفترات الرحب فانماتش خلص تقريبا ساعة 7 أو 3 صباحا فالموضوع كان كبير جدا خلينا الأول نبدأ باليورو قبل ما نخش على كوبا أمريكا المنتخب الأسباني كان من بداية البطولة الكل شايف أنه هو فنياته أعلى من كل الفرق التانية وناس كتير كانت بتقول أنه هو بيمتع الجماهير أكتر ما هو بيهدف أنت كنت متوقع أنه يفوز هل كان فيه توقعات أنه فعلا يفوز يعني التهديف كان في صلحه ولا كان الفنيات هاي اللي كانت أكتر غلبة على المباراة طب بص هو فنيا وتهديفيا أسبانيا تستحق ممكن إحنا أنا كنت هنا في القنولة برضو كانت بالدامج رقم عشر وإنناك زميل يعني وقلت وقتها المتخب الأسباني مرشح الأقرب نفوز باللقب وقلت أصلا أن أسبانيا وألمانيا المتشة اللي كان في دور التمانية بالنسبة لي ده كان النهائي لأنه دول كان أقوى فرقتين في البطولة من بدايتها المتخب الأسباني ومتخب ألمانيا طبعا صحب الأرض والدمور المباراة التي كانت بنوه في دور التمانية كانت مباراة بلغة الكرة تكسير عظام كانت ماتش قوي جدا جدا وقلت لما أسبانيا تفوز على ألمانيا بجمهورها بالسيناريو المباراة نأعتقد أسبانيا تستحق البطولة عز أقولك أن أسبانيا على صعيد فنيا أول منتخب في تاريخ اليورو يفوز سبع متشات وربعات دول المجموعات تفز على كرواتيا وإيطاليا وألبانيا اللي كانت مفاجئة البطولة كرواتيا وإيطاليا في رتين توائية لإيطاليا حامل اللقب كرواتيا اللي كانت تالت العالم في كاس عامل اللي فات من سنتين أو سنة ونص بعدها يخش على دور الستة وشر يقابل جورجيا طبعا كان أول مجموع لعب فرق ابن أحسن التوارد وجورجيا كانت تكسبانا ببرتغال في نتيجة كانت مفاجئة كسب جورجيا أربعة واحد راح على ألمانيا في دور الثمانية فاز على ألمانيا يقابل في السيمي فاينال منتخب فرنسا وما أدرك ما فرنسا بالنجوم الكبار بتوحق فيفوز على فرنسا وأخيرا يفوز على المتخب الإنجليزي لكن وضح أنه ابتدى بقوة أه كرواتيا 3-0 إيطاليا فاز على كرواتيا وإيطاليا أول ماتشين ففي أي يفوز على كرواتيا وإيطاليا وإلمانيا وفرنسا وإنجلترا أعتقد أن يستحق بكل جدارة فنيا على الصعادة التهديف بقى منتخب أسباني يجب 15 هدف يسجل في سبع مباريات أول منتخب في تاريخ اليورو كله يسجل 15 هدف في نسخة واحد فأنا لا أرقام أرقام مميزة جدا إيه المقرات أو إيه طريقة اللعب اللي وصلته للنتيجة دي وإنه هو يحصد اللقب للمرة الرابعة طيب طبعا بدارهم لويوس ديلافونتي وأنا عايز أقف عن دراكة ده كتير قوي ليه؟ لأن المتخب أسبانيا اللي بدأ الثورة الكروية دي كان لويوس إنريكي المدارب السابق طبعا لبرشلونا وحاليا بدار بريسان جرمان هو اللي بدأ يجيب لعيبة صغيرة من منتخبات النشئين والشباب ودفع بيهم ودهم الثقة في منتخب أسبانيا يمكن ما وفقش في كاس العام اللي فات وخرج على إيد المغرب لو تفتكر فطبعا ليوس إنريكي مش هو مع أنه هو صاحب هذه التجربة ولكن المتحاد الأسباني زاكي جدا لما راح يجيب المدرب اللي بعد ليوس إنريكي جابوا المدرب ديلافونتي اللي هو المدرب الحالي اللي كان ماسك منتخبات النشئين والشباب والأولمبي يعني على فكرة الأولمبيات اللي فات دي اللي هو المتخب مصر لعب أسبانيا راهن على الجيل الصغير كان دلافونتي ده هو مدارب أسبانيا إنه هو كان مداربهم في المنبيات اللي فات اللي احنا كنا مشاركين فيه في المنبيات توكيو فالراجل ده عارف معظم اللعيبة دي عارفها ولعيبة عرفية يعني بعيدة عن العيبة كبار اللعيبة الصغيرة اللي انت شفتهم متقلقين في البطولة عارفينهم إنت لو شفت متخب أسبانيا ما تحسش فيه نجم كبير أو سوبرستار دوله 24 سنة كان أكتر سن صح؟ أكبر لاعب 24 سنة لامين يمال اللي هو من أصول مغربية أو الأمين جمال باللغة العربية عنده 17 سنة ويومين ده عامل أداء عالي جدا خذ أفضل لعب شاف في البطولة دوله جاهزة خاصة أفضل لعب شاف في البطولة خلي بقى لامين يمال أصغر لعب يسجل في اليورو أصغر لعب يشارك في اليورو أصغر لعب يصنع في اليورو عمل حدث نادر عمل أربعة أسست أخرهم الأسست اللي في النهاء اللي هو الجون الأولين الأسباني فبرضه أصغر لعب يعمل أسست أو يصنع هدف في نهاء اليورو عمل رقم تاني برضه غريب جدا بمشاركته في نهاية كان عمره 17 سنة ويوم هو عيد ما لديكم السبت لعب مبارح فكان عمره 17 سنة ويوم أصغر لعب يشارك في نهاية بطولة كبيرة من ساعة بليه 58 كان 17 سنة 249 يوم فلاعب يلعب نهاية ولس عنده 17 سنة ده أمر نادر جدا جدا وكمان يتقلق ويصنع هدف في هذه المباراة وضيع كمان فرصة أو فرستين كان عمل مباراة كبيرة جدا جدا فأعتقد لامين يامال يعني ربما هل سمش عزين نجزب بس ربما يكون هو الأيقونة الجديدة في كورة القدم بعد ما خلاص ميسي ورونالدو خلاص بالحقبة بتاعتهم بتنتهي فأعتقد لامين يامال عمل بطولة كبيرة جدا جدا النحاة التانية اللي هو اللعب اللي سجل هدف أول نيكو ويليامز اللي هو خد أفضل لعب في ماتش النهائي عنده 22 سنة وبضعة أيام يعني برضو تاني أصغر لعب يسجل في نهاء اليورو اللعب ده فكرة من أصول غنية يعني أدي واحد أصول مغربية اللي هو لامين يامال اللي هو الجناح نمين جناح نشمال نيكو ويليامز من أصول غنية وعاز أقول لكم حاجة أطرف بقى أن نيكو ويليامز أخوه نيكو ويليامز الأكبر بيلعب في متخب غانا يعني عنده الشاكوركو الأكبر بيلعب في غانا والشاكوركو الأصغر بيلعب فيه متخب أسبانيا اللي سجل هدف الأول في ماتش أسبانيا مبارح مع انجلترا وخد أفضل لعب في المباراة لعب مميز جدا جدا وفيه بقى كلام كبير وخناقة كده شكلها داخلين عليها هيكمل في أتلاتيك بالبيئة ولا هينتقل لنادي كبير سواف أسبانيا أو خارج أسبانيا فأعتقد المتخب الأسباني يشوف اسمين متداولين بالنسبة للناس داني يقول مباردو لعب مميز جدا جدا فأسماء مش متداولة ومع ذلك دي لفون تقدر يكمل مسيرة إنريكي ويوصل زي ما تقولت الأداء الجماعي بشكل جوي جايد جدا طبعا ما ننساش رودري لعب مانشستر سيتي خد أفضل لعب في البطولة يعني البطولة دي كانت نقطة فاصلة كده في النجومية بعض العناصر أعتقد أنها البداية هم تاريخهم الكروي من المدن لا بداية نجومية ممكن أنها بداية أن الجيل انطلاقها بقى ليهم جديد ممكن رودري طبعا معروف في مانشستر سيتي لعب مهم جدا جدا في مانشستر سيتي مع بيب جورديولا خد أفضل لعب في البطولة ممكن اللعب ده تحديدا ما صنعش أهداف ولا سجل أهداف ولكن دوره محواري في الفريق وده برضو بيعريك إزاي الناس لما بتيكي تختار ما بتختارش كده زي بولهاب هازرد يعني مش عشواء يعني مش عتباطنة بيختاروا على أسس وده دوره إيه في الفريق وبيعمل إيه في الفريق مش لازم يكون هو اللي بيسجل فيخطف الأضواء أو هو اللي بيصنع يعني هكلمنا عن لمين يمان وليك ويليامز وداني قولمو دول تعدين اللي بيسجلوا وبيصنعوا معظم الأداف تفكر أنه ممكن يخلق يعني حقبة جديدة أو عصر جديد من الاعتماد على الجيل الصغير وأن الحصن اختار مدرب وأن كل ما هو يعني قديم انت عارف أن دايما بتبقى فيه دورات كده طبعا ما هو متخب أسباني لو تفتكر لما خد كاس العام 2010 وخد اليورو قبلها وبعدها 2008 و12 كان جيل عظيم جدا وكان معظمهم قاعد المرح في المدرجات سواء ديفيد فيا ودشاف هرنندس وإنيستا لعبها كان جيل جبار وإيه كاركاسيا سلحارس كان جيل جبار فمن 2008 إلى 2012 كانوا مسيطر على كل حاجة خدوا 2 يورو وخدوا كاس العام في النص فطبعا الجيل ده خلاص مشي فأنت عدت برضو عدت حوالي 12 سنة لحد ما تعمل الجيل جديد برضو أكيد بياخد وقت ولكن هرجع أقول تاني نقطة مهمة ودي دارس برضو دينا أن أنت بتيجي تشتغل تشتغل على الصغيرين عشان يجي في فترة معينة تحصد نتاج شغلك زي ما شايفين منتخب أسبانيا دلوقتي فرقة معظمها 21 و22 و24 سنة وبيفوزوا باليورو ويفوزوا 7 متشاط و4 منهم 5 منتخبات من العارة تقيل صحيح دي فرص بيبقى عن اقتناع للمدرب نفسه والمدير الفني أن هو يديها للشباب ولا بتبقى ولا طرق إدارة هي استراتيجية يعني في أسبانيا وعلى فكرة في إنجلترا لما إنجلترا على فكرة بتوصل لتاني مرة نهائي اليورو على التوالي إنجلترا قبل الجيل ده ما كنتش بتوصل لنهائي اليورو وصلت مرتين وراء بعد نهائي أه لم توفق أمام إيطاليا وخسروا راكلات ترجح في 2021 لو كان يورو عشرين عشرين وتأجل سنة عشان كورونا وبرضو خسروا من أسبانيا اتنين واحد زي ما حشوفنا طبعا في سيناريو المباراة بهدف إيرزابال في الوقت القاتل من اللقاء فالمنتخب الإنجليزي والأسباني اللي اتنين على فكرة ماشين باستراتيجية واحدة اهتموا بالعناصر الصغيرة الشباب والناشئين فبدأ يطلع حتى لو حد كمتابع سنين اللي فاتت أسبانيا وإنجلترا هم اللي كانوا بنفسه على ألقاب أوروبا وكاس العالم الصغيرين فدلوقتي بيحصلوا النتيجة على مستوى الكبار لما عليهم تطلعت شوية أو كبرت شوية فالأتنين بيوصلوا للفاينال أسبانيا على فكرة تاخد بطولة المرة الرابعة في تاريخها أكتر منتخب أوروبي ياخد اللقب فض الشراكة مع ألمانيا ألمانيا كالتلاتة دلوقتي أسبانيا أربعة بتأحسن من ألمانيا أكتر منتخب أوروبي يفوز باليورو منتخب إنجلترا ناحية تانية عمل رقم سلبي أول منتخب يخسر اثنين يورو واربعة يعني ما فيش منتخب في تاريخ أوروبا يخسر اثنين نهاية واربعة دوليورو كان لو واحد خسر نائي يوصل اللي وراء بياخد اللي بعديه لكن منتخب إنجلترا ممكن دي نقطة سلبية نقطة بس أخيرة قبل من رحكوب أمريكا منتخب أسبانيا أو الأندية الأسبانية ومنتخبات أسبانيا من ألفين واثنين إحنا ألفين واربعة وعشرين إحنا بنتكلم في اثنين وعشرين سنة يعني تأمير في القرن جديد كله اثنين وعشرين سنة أنديت أسبانيا ومنتخب أسبانيا لعبه تلاتة وعشرين نهائي أمام أنديا غير أسبانيا أو متخبات طبعاً مش أسبانيا سواء بقى دورة البطال أوروبا يوروباليج كاس سوبر أوروبي كل البطولات كاس العالم تلاتة وعشرين بطولة عايز أقولك نسبة النجاح مية في المية تلاتة وعشرين بطولة 23 لقب أسباني سواء على مستوى المنتخبات أولندية رقم إيه السر يعني ما إحنا عايزين نعرف الخلطة سر الخلطة سر الخلطة هي أكيد زي منا هو هي تخطيط يعني فيه تخطيط وعلى فكرة الأندية تختلف عن المنتخبات ولكن لما يكون نجح على مستوى الأندية والمنتخبات في نفس الوقت ده دليل أن فيه استراتيجية نجحة سواء على مستوى إدارة الأندية ومستوى إدارة المنتخبات في أسبانيا وده مسهل جدا أنك تقعد 22 سنة شبهم سيطر أسبانيا عنصر مشترك في كل البطولات تقريبا بيكونوا حاضرين ولما بيوصلوا فينال قدام فرقة مش أسبانية بيكسبوا البطولة طيب نروح للجزء الآخر من الكوكب كوبا أمريكا كان فيها الفاينال برضو في نفس اليوم الأرجنتين كذبت بهدف قدام منتخب كولومبيا زي شايف فوز المنتخب الأرجنتيني صابت ميسي التفاصيل اللي حصلت في هذه الموبايل ميسي طبعا كان تعرض للتوقف الكاحل بشكل قوي جدا جدا أبني الهاتف الشوت الأولاني بس تحمل على نفسه وكمل لدرجة لما جي الشوت التاني ما قدرش يقع بعشرين دي أو خرج ولو حد شاف الصور رجليه اليمين ورمى بشكل مش طبيعي ورمى ورمى كبير إنه واضح نوع حصل التوقف شديد جدا في كاحل القدم اليومنا لكنه طبعا خرج وكان بيعيط وجمهور الأرجنتين كان بيعيط ودي آخر مباراة لميسي لا لا ما اعتقدش هو هو الأخر مباراة لي كان أخر دي مارية اللي هو طبعا لعب الأرجنتين لما ميسي خرج هو رخات شارت الكابتن هي سبحان الله مكتوبة له عشان بيعيش شارت الكابتن معاه في آخر مباراة وبالفعل فازه بالمباراة واحد سفر لما دخلنا وقت إضافي بهدف لو تروا مارتينيز هدف البطولة على فكرة بخمس أهداف وزي ما قلنا أسبانيا الأكثر تتويجا في أوروبا باليورو 4 مرات الأرجنتين أصبحت ومنفردة بالأكثر تتويجا في أمريكا الجنوبية بكوبة أمريكا 16 لقب تتفوق على أورجوية لها 15 فبرضو الأرجنتين فضت الشراكة مع أورجوية بقى 16 مقابل 15 وبرضو عند الأرجنتين إزا متوقف في حاجة مهمة أول أرجنتين وجيل ميسي تحديدا أو ميسي تحديدا الناس شافت معاه في 2014 و15 و16 شافت ميسي بيعيط وبيخسر ثلاثة نهائي خسر نهائي كاس العالم تفتكره طبعا أمام ألمانيا في 2014 كان فيه نسختين كوبة واربعا بشكل استثنائي 2015 و16 وخسره الاتنين نهائي وده مشيلي والمراتين ميسي كان بيعيط ويبكي بعد الخسارة أنه كان نفسه يجيب بطولة لبلده عشان دايما ناس بتقنوا بين بين واردونا أقول لك ميسي مع برشلونة حاجة ومع أرجنتين حاجة فكان عليه ضغط عالي جدا لدرجة أنه اعتزل بعد الثلاث بطولات دول لما خسل الثلاثة نهائي تم التدخل على فكرة على مستوى سياسي عالي اعتزلش والناس كي تتكلموه يرجع ميسي مرة تانية عشان يحصد من 2021 يكسب تلاتة نهائي زي ما خسر اتنين كوبة وواحد كاس عالم يفوز باتنين كوبة وواحد نهائي كاس عالم فزي ما خسر تلاتة كسب تلاتة رغم النفات تمان سنين خلال هذه الفترة فأعتقد برضو دي اليازم نقطة نتوقف عندها أن الكرة فيها إصار كبير ونجم كبير وخلي بالكم من حاجة أن اللعيبة حوالي تعويض من ربنا وفيها دروس مستفادة والعيبة بيتموت نفسها عشان خطوه ما بيحبوه فحتى الماتش لما خلص كله جري على ميسي عشان يقوله مبروك هترفع كاس ميسي هيفضل ميسي يعني خلاص في كتف في التاريخ يعني سواء استفادنا من درس الاعتماد على الشباب في منتخب أسبانيا أو استفادنا من دروسه اللي انتهى على ميسي هتظل كورة القدم يعني ملهمة الجماهير هي دايما زي ما بيقوله السحرة المستديرة كل العالم مبارح كان بيتابع سواء نهاي يورو عشرين أربعة وعشرين أو نهاي كوب أمريكا اتكلمنا عنهم بالتفصيل بصحبة ضفنا الدكتور عثمان إبراهيم النقد الرياضي اللي نورى نهار دفلسوتي شكرا جزيلا شكرا لكم طبعا واتمنى ان شاء الله الفترة الجاية هنتابع شوية محلي وبعد كده هنخش على أولمبياد باريس فان شاء الله فترة جاية مليئة بالأحداث الرياضية والكروية شكرا جزيلا شكرا جزيلا